نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء اقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءا من شهر نوفمبر الجاري وتدول قائمة بأسعار تلك الشرائح وأكد المركز أن القائمة المتدولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024 في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاجة وشدد المركز على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي تفقد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو الأكاديمية المصرية للفنون بروما وأكد وزير الثقافة أهمية استمرار التعاون بين قطاعات الوزارة المختلفة في مصر والأكاديمية في روما بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة لنشر الثقافة والفنون المصرية على المستوى الدولي وكذلك تعزيز التبدل الثقافي بين مصر وإيطاليا ودول أوروبا قال محافظ شمال سيناء خالد مجاور أنه سيتم حفر وصيانة 25 بئر زراعية إضافة إلى توزيع شتلات الزيتون على المزارعين المستفدين من شبكات الريب بالمجان في قرى المحافظة نحن عندنا فيه ثلاث مراحل المرحلة الأولى 30 فدان المرحلة الثانية 90 فدان 60 فدان المرحلة الثالثة 90 فدان كل مواطن بيتم تقديم شبكات الريلي ومصدر المياه موجود عنده وبيتم تزويده بين شتلات المطلوبة وما يخص المواطن في المنظر اللي احنا شايفين ورانا ده 2 فدان اشتركوا في القناة